في هارم وانيس في حاجة حلوة قوي بتحصل جوه. والحاجة اللي بتحصل جوه دي المرشدين السيحيين بيعملوها للاجانب. الاجانب ينبهروا كده وبيقفوا كده منبهرين جدا باللي بيحصل. ايه هو بقى الانبهار ده؟ معنا لازم ابهركم انتم كمان وانتم قاعدين في البيت يعني مش معنا انتم ما رفتش مش هنبهروا لا لازم ابهركم. في هارم وانيس في اضاءة. بس علشان تشوف المعجزة دي لازم تقفل الاضاءة. زي كده مسايح ده عامل. هو قف له لضاءة. وهو معه كشاف. وبيصلت الكشاف ده على جدران الهرم من الداخل. اللي هي قاعة الدفن. او غرفة اللي هي غرفة الدفن. وزي ما انتم شايفين تصميم الغرفة كأن الملك لسه عايش في قصره. التصميم على شكل القصر الملكي. وكمان الزواء بتاعه هو الزواء القصر من الخارج. فالملك مدفون هنا. يعني الملك ما ماتش لعده راح في قصره اللي في العالم الاخر. ولما بيصلتوا بيقفلوا النور ويصلتوا الدق. بيظهر لنا الشكل ده. شكل الملك. وهو يقوم بتقوص كانت عند المصريين القدماء. اعتقد انها تقصت الحبسة. وهو لابس تاج الشمال. طيب ليه لابس تاج الشمال. ان تاج الشمال في هذه المرحلة هو كانت تاج الموت. لان العاصمة كانت في الشمال. لان كل السلطة كانت في الشمال. لكن مع الهجوم اللي كان بيحصل في الشمال من جميع الاتجاهات. خلى المصريين ينقلوا العاصمة من الشمال ليه الجنوب. في عصر الأسرة الثمانتاشر والسبعتاشر. علشان يعملوا نوع من أنواع نوع. بل ما يوصلوا الصعيد يكون العدو داعب. وماقدرش يكمل. على عكس لما تكون العاصمة في الشمال. فالقوي ما بتقع. على طول العاصمة بتقع. فتي كانت حاجة مؤزين. فطبعا لازم الملك يمسك التاج الشمال. فبيقوم بالتقوص. طيب يا نرفانا. هو ايه اللي خلى الملك يظهر بالشكل ده وراء الكتابة. وازاي الكتابة فوق الرسمة. وليه الملك عفل كده. هل التقصة بتاعة الحبسد بتترسم جوه الهرم بالشكل ده. طقصة الحبسد كان بتترسم قد جوه الهرم ده. زي مثلا هرم زوسر. بس هنا فيك آراء مختلفة حوالين وجود الرسمة دي على الهرم. ايه الآراء دي؟ تعال اقول لكم. في ناس قالوا. ايه لا؟ ده هو الملك حاب بيعمل حركات. فعمل الطريقة دي في انه هو ينحط نحت بسيط للشكل اللي هو عايز يعمله. وبعد كده يحط طبقة بسيطة من الملط. الطبقة الملط دي اللي هتعمل زي الاسمانة والجبس عندنا. بيمحاره يعني. وراح كتب عليها من فوق ورسم عليها من فوق الرسمات اللي انتو شايفينها كده. يعني زي ما تقولو كده بيستخدموا الضل في الخدعة. فانت لما تيجي تنور هتشوف الملك وهو بيعمل هذه التقصة. فهتحس ان هو لسه عايش. فده فحد ذاته هيخلي الملك طاقت الحياة عنده تبقى قوية حتى هو ميت. ان هو حتى هو ميت بتحرك. وده كانت رغبة المصريين في ان هما يعملوا ليوم تناثيل بتتحرك وهما ميتين. يعني يقدموا رجل عن رجل. فهما كده بيحطوا الحياة في التمثال زي بنفسه. ده فكر. وفي فكر تاني قال لك لأ. ان الملك ده سرق المعبد الجنائزي بتاع خوفه. اه. يشمع خوفه. قالوا لان التصميم شكله هو بتاع خوفه. ممكن يكون فيه كمان خرطوش خوفه باين بس مش باين قوي. ففيه اراء. في ناس تانية قالوا لأ. ده مش المعبد الجنائزي بتاع خوفه. ده المعبد الجناز بتاع بتاع جد كارع. جد كارع ده ملك تاني. فهو الملك وانيس ده. خد الاجزاء بتاعة المعبد الجنائزي بتاعة الملك خوفه او جد كارع. وعمل لها طمس شوية بسيط. وعمل لها الكتابة دي. وقعاد استخدامها. فهو غير قاصد. ظهرت لنا هذه الحركة اللي بتجنن الاجانب لغاية وقتنا هذا. طيب يا نرفانة انت قلت لنا الحلقة اللي فاتت. ان هرم. وانيس هو اول هرم يتكتب عليه. ازاي بقى وانت جايبالنا رسمة بتقول ان هو يرجع لخوفه. يا جماعة الخير. الهرم هو جزء من المجموعة الجنائزية. بمعنى ان في هرم. وفي معبد وادي. وفي معبد جنائزي. وفي طريق صعد. وفي كمان مينة. وفي كمان طريق لنهر النيل بيعملوه صنوعي قدام المجموعة دي عشان يقدروا ييجوا يزوروا ويجيبوا الحاجات ويبعدوا الحاجات. فاهمين ان دي اسمها مجموعة جنائزية. ففي حاجة اسمها معبد جنازي. ده موجود لغاية وقتنا هزا. جنب الاهرامات ومرسومة عليه بارد. ومرسوم عليه نفس الرسومات دي. معبد الجنازي ده كان خاص بتقوص معينة. كان المصر القديم بيعمل في المعبد ده التقوص دي. فهو اخذها وعاد استخدامها. طبعا كل دي اراء. ممكن تاخدها وممكن ما تاخدهاش. كان نوع من انت ايه يعني مؤمن بهذا الفكر. لكن مع الوقت بتطلع علينا اثار ممكن تؤكد معلومة منهم وممكن تنفي معلومة منهم وهكذا. فانا حبيت اوضح لكم. الاراء واللزازة اللي موجودة في العلم المصريات. الناس دي قاعدة ليه نهار كده يا جماعة. بتفكر تحل الالغاز دي ازاي.